طيب مشاهدين دلوقتي احنا معدنا مع موجز لأهم الأنباء موجز الثامنة مع ليند عبداللطيف تفضل يليك شكرا أحمد الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودية الملك سلمان ابن عبدالعزيز وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي اطمأن قلال الاتصال على صحة أخي خادم الحرمين الشريفين متمنيا لهم دوام الصحة والعافية من جانبه أعرب الملك سلمان عن تقديره لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقبالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا حيث تناول اللقاء سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وأمن البحر الأحمر وجه رئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما وجه رئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وخلال الاجتماع تابع رئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية ومثلث مصفير وممشاء أهل مصر عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة مشروعات الشركة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضي الزراعية في هذه المرحلة مشيرا إلى أن المتابعة لموقف مشروعات الشركة تأتي بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تم تسليمها وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين وأعرب الوزيران عقب مباحثتهم بالرباط عن حصهم على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين أعين الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء جدد في لجنة الانتخابات وخلال اللقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين دعا سعيد رجال الشرطة بمختلف الأجهزة الأمنية للتصدي للمحتكرين فورا وأكد سعيد أن الاحتكار والمضاربة يدخلانا في نفس المخطط الذي يسعى إليه من يريدون مزيدا من تأجيج الأوضاع حذرت الأمم المتحدة من التدعيات الكارثية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط الصافر قبلة سواحل اليمن وقال منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن تكلفة معالجة حادث من هذا النوع في حال وقعه قد تبلغ 20 مليار دولار مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بتسريع وصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا وقال بايدن أن القانون يستهدف مساعدة الأوكرانيين في القتال الدائر في بلادهم مؤكدا أن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات دعما لكياب وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دولي شرقي أوروبا حذر الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي من عواقب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب المواني الأوكرانية المحاصرة وطلب زيلنسكي باتخاذ إجراءات فورية لفتح المواني الأوكرانية وإتاحة عمليات تصدير القمح مؤكدا أهمية منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الأزمة الدائرة في بلاده نهاية موجزة سمينة نعود لإستكمال باقي فقرات صباح خيريا مصر بعد الفاصل